مرحلة التحضير والاستعداد للموسم الجديد لكن خليني دردش دي مجرد دردشة وفيش حاجة فيها منها رسمي يعني مين من الأسماء اللي انت شفتها يا أحمد وهسأل السؤال بليل برضو الأسماء انت شفتها أو سمعت انه الأسماء دي مرشحة مين هم أسماء معروفة للناس كلها زي جوستافو سوزة طبعا زي موليكا في وقت من الأوقات طبعا موليكا بعيد خالص دلت عن الصورة لكن مين الأسماء اللي انت شفتها كانت بالنسبة لك هو ده اللي انا اتمنى انه يكون موجود في الأهل يعني انا اتمنى اتنين مواجمين الصراحة سمعنا أسماء من لعبة في أوروبا ولعبة في أفريقيا ولعبة في المغرب ولعبة في تنزانيا يعني سمعنا أسماء كتير بس مين بالنسبة لك كنت تتمنى الفورمة دي أو التركيبة دي البروفيل بالنسبة لي لأكتر اتنين أنا مقتنع اللي هم مناسبين جدا مع ناد الأهلي وعلى فكرة العلم أنا مقتنع بكلام كولر جدا هو سوزة يعني سوزة جدا أنا طبعا أنا اتفرجت على سوزا وكايمته فنيا ومتفق جدا مع كولر وإصراره كبير يعني لو هو يعني مصمم على التعاكد معه هو بروفايل المناسب من عادل أهلي بروفيل رقم 9 المحطة اللي بيلعب بدماؤه كويس وانت تفتقد اللاعب بيلعب بدماؤه كويس ويرعب رجليل تنين ولعيب أعتقد هو سيدنا عبدلمينة عادي بيلعب بدماؤه كويس طبعا Starbucks وياسر بيلعب بدماؤه كويس فأسوزة أنا بشوف أنه هو مهاجم لو تمت الصفقة إن شاء الله أعتقد مهاجم هيبقى مكسب نادل أهلي والمهاجم الثاني من وجهة نظري هو مهاجم مصر طبعا أحمد أمين أف مهاجم برضو نفس البروفيل فكرة المهاجم رقم 9 سريع بلعب بجلل 2 محطة فأعتقد يعني الاتنين دولار بالنسبة لي هو البروفيل اللي مختلف عن محمود كهرباء هو أمبي مش نضم الاندال عندها بسبب زيادة وغطار 5-6 تاريخ كان فاركو خلاص ترفع زمالك وإسماعيلي وإمبي بقيت مشكلة بصراحة طبعا عشان كده احنا لما بنتكلم وبنشيد وقشدنا في حلقة سابقة وانا لسه على نفس موقف لما بنشيد بموقف إدارة التعاقدات في النادي الأهلي في طريقة إنهاءها لملف اللاعبين الأجانب اللي بيجوا النادي الأهلي وما بيوفقوش أو المدير الفني بيقرر وده احتراما من النادي الأهلي لرأي المدير الفني إنه بيقرر إنه ينهي تعاقد اللاعب خلاص مش عايزه ميكي سوني بالمناسبة لما جيه كان جاي بناء على رأيه واختيار من موسيماني فالنادي الأهلي لما ينجح إنه هو يطلع من الملفات دي بالترادي وإن اللعيب زي وولتر بواليا تنزل عن أكتر من 600 ألف دولار وقاليو باجي تقدر تسوق وتستفد منه أكتر من إعارة فده نجاح لإقدارة التعاقدات إنه تطلع أنت شايف حواليك أندية وأندية كبيرة بالمناسبة لإزمالك إسماعيلي أنت بتتكلم عن أمبي نادي استثمار وقطاع خاص وكل دول عندهم أزمات كبيرة جدا في ملفات إنهاء التعاقد مع اللاعبين الأجانب أمبي مش قطاع خاص أمبي قطاع يعني في النهاية يعني حاجة تابعة للدولة وأعتقد إنها قطاع أعمال أو حاجة كده سوف نظر إنه يسلف عن نشاط الكورة إنه كشركة مش نادي شعبي أو نادي كنت تتكلم على مبلغ أعتقد تسعمية ألف دولار تسعمية ألف دولار لزياد بغطاس يعني معظمها لعيبة جات وخرجت محدش أصلا حتى فاكرها يعني الإسماعيلي داخل في دوامة كبيرة جدا أنا بس مش عايز أبعد عن موضوعنا لكن هي قصة فيك فكرة إنه قصة لما بتتكرر مع أكتر من نادي في مصر في مواسم متتالية بيبقى هنا الخط على سمعة الدوري المصري يعني فهي ماضي ده تلعبي تقرير من من الفيفا التخذير للاعبين هم يتعاملوا مع الأندية المصرية ما قالتش بقى إنه مع أندية بعين قالك مع الأندية المصرية عشان فيه مشاكل حصلت متكررة طيب هرجع للمهاجم شايف مين من الأسماء اللي أنت سمعتها تتمنى أن يكون موجود في الأهلي وليه يعني يمكن أنا زي ما قال أحمد أنا باتطفق مع مارسل كولر في سوزة ثقة في مارسل كولر ده مبدئيا يعني يمكن أنا تفرقت على المهاجم وتفرقت له على فيديوهات وعلى مباريات هو مهاجم مميز جدا ولكن أنا لو أنا اللي هاخد القرار مش هدخل في سوزة بقلب جامد زي كولر ولكن أنا اللي مطميني أن كولر لأنه هو قدرى مننا كلنا أنه هو واسط جدا في سوزة لأن أنت عندك لما تيجي الإحصائيات الهداف للنادي الأهلي الموسم الماضي هتجي للنادي الأهلي سجل تقريبا 68 أو 69 هدف منهم بس 8 أهداف من كرات عرضية في حين أن النادي الأهلي أكتر فريق في الدوري عامل كرسات عرضيات من الجانب الأيمن والأيصر ومع ذلك ما فيش حد بيستغل فسوزة مميز جدا في العرضيات وأنا أعتقد أن دي واحدة من أهم المميزات اللي متمسك بيها مارسل كولر في سوزة وكل الأسماء اللي جات على فكرة تقريبا فيهم يعني بنسبة 70% نفس بروفايل يعني الكاركتر أو الإمكانيات اللي موجودة في اللعيب أو الأسماء اللي طرحت على مقيدة مفاوضات النادي الأهلي أول اللي تقال لسبب من الأسباب أن أهلي بيفاوضها كلها تقريبا نفس القطعية نفس البروفايل بتاع مواجم الصندوق رأس الحربة الطويل اللي بيلعب بالجيل اتنين اللي بيخلص من اللمسة واحدة اللي بيجيد التمركز اللي بيجيد ألعاب الهواء واللي عنده القوة البدنية إنه قدر يتعامل في الدول المحصة ويتعامل مع لو تسألنا بقى عن رأي الشخص أنا بقول بدعم رأي مرسيل كولر ولكن أنا كرأي أنا كابلال أنا أتمنى واحد من اتنين كارلوس أمارال لعب أهلي جدة لعب أنا شخصياً بحب جداً طريقة لعب ولعب مميز جداً يمكن أن تقل لأهلي جدة في الموسم الماضي مع موسماني المهاجم الثاني لابا كوتجا لابا كوتجا لعب الهائل أنا كنت أتمنى أن يجي لأهلي قبل بالمناسبة كان قريب جداً في وقت ملاقبات من النادي الأهلي الاثنين المهاجمين دول أنا يعني لو أنا اللي ليه الاختيار هاختار أمارال أو لابا كوتجا أنا بيع يعجبني جداً تاليسكا بتاع اسكا هيروح احتمال فيه سبورت صحيفة سبورت الكتالونية مبارح قالت إن برشلونة مهتم بتاليسكا مهتم بتاليسكا أتمنى شفت الخبر ده صوت تاليسكا الدنيا الدنيا تشغلبت لعبت الدور السعودي هتروح أسبانيا ولعبة أوروبا الراحة دور السعودي بسطت بخبر نيمار تقلت كفة اللي لأ ولسه كمان النهاردة فيه مباراة طبعا السوبر الأوروبي هنيجي هنيجي للسوبر الأوروبي أخذ تقريباً مباراة لياسين بونو اللي هانتقل لفريقي في الدور السعودي اللي احنا مقسمين الموضوع تحاد جدة هلال وأحمد النصر النصر حسنا بطولة عربية فهنا نصر حسنا عليكم بالأسماء خليكم في الأسماء وحباً ناخد البطولات والنصر مش نوع على حاجة إيه لأقريب ولا إيه يعني أنا سمعت بناردو سيلفا والله النهاردة يعني الموضوع يعني وأعتقد السمعة دلوقتي بيتحق بناردو سيلفا ده صعب أول ده بيقول لك إن كمان منشسر سيتي عايز يجدد تعاقد بالعاية فرح النصر أنا بص أنا يعني بقلب جامد دلوقتي ما عنديش يعني برناردو سيلفا كان فيه كلام عليه لبارسا وكنت هزعل بصراحة رغم نار بحب بارسا جدا جدا وشايف أنه برناردو سيلفا هيبقى طريقة طبعا وحب أنه بس برناردو سيلفا في السيتي لا لعيب ما تستغناش عنه لكن بعد لوكاس باكيتا أنا بصراحة شايف أنه لا لو عايز يمشي يعني تباعتك أنا في حلقة يوم الاثنين وكنت بتشيد بباكيتا واضح أنت متحمس متحمس بص فيه لعيبة كورتها ما فيش عليها جدال تحتاج الموديل الفني اللي يطلع منها وجوارديولا هيطلع منه عنده كورة عنده كورة طب أنا بشوف على فكرة إيه رأيك في كوفازيتش الانتباع الأول عن كوفازيتش ما أطمعش صح ولا هيكو ومن أول ما تم العام صفقة ما حسيتش أنه كوفازيتش لأنه كان سنة اللي فاتت قبل ما ينضم من السيتي كان عامل موسم لكن باكيتا أعتقد السنة أنا بشوفه أهم صفقة في الدولة كان أهم لعب في متخب البرازيل برغم أنه كان في نجوم لكن هو كان مهم جدا وأنا بشوفه من اللعبة المؤسسة في البرازيل مع جوارديولا شايفه في حتى تاني هو لعب تكتيكي مهم طبعا صحيح طيب تعالوا نبتدي بالسوبر خلينا نكلم